يعني بعد هذه السنوات من العمل في المركزين شايف حضرتك أنه نتائج هذه الأبحاث وهذه الدراسات تنصرف على حياتنا فعلاً؟ بتستفيد بيها جهات الدولة فعلاً؟ بتطبق ما تصل إليه فعلاً؟ يعني هيا بنتبق عليها كلمة اللي باللغة الإنجليزية اسمحيه لأقولها لها input يعني أنت بتدخلي حاجة جوه عجلة صنع القرار وإحنا عارفين أقول أن عجلة صنع القرار فيها مؤسسات كتيراً يعني أي قضايا أمنية لازم يكون فيها القوات المسلحة لو أن الموضوع الاقتصادي في البنك المركز الـ inputs كتير إنما اللي بيخش عليها هنا بقى اللي هو التفكير من خارج المؤسسات الرسمية للدولة ببعض، مش الأفكار المعلومات، المقارنات بتجارب دول أخرى أحياناً بيبقى توصيات محددة وأحياناً بنلاقيها بتطلع في الخطاب العام من اللي يعني سواء إنما يعني دي المهمة اللي بتقوم بها مراكز البحوث في أي مكان آخر في العالم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة